وعلى هامشي حواري شنغريلا اجتمع الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد الخليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية مع سعدة الدكتور كاوكيم هورن الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق أسيا أسيان وخلال الاجتماع أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية حرص مملكة البحرين على تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والشراكة الاستراتيجية مع دول رابطة الآسيان في ضوء معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق أسيا بما يدعم أهدافها ومبادئها السامية في تعزيز الأمن والسلام الإقليمي والدولي والتعاون الدولي على أسس من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتسوية النزاعات بالطرق السلمية من جانبه أشاد سعادة الأمين العام لرابطة الآسيان بحرص مملكة البحرين على تعزيز التعاون الخليجي والعربي وتوطيد الشراكة السياسية والاقتصادية مع دول الرابطة بما يعزز السلام والتنمية المستدامة في المنطقة والعالم متمنيا للمملكة دوام التقدم والازدهار